السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب يكون الجميع بخير النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة رهيبة مكونات بسيطة جدا وممكن تحشيها اي حشوة موجودة عندك في البيت يعني ما تحيريش نفسك خالص انا هنا بحاول اقطعها واوريها لكم يعني من جوة ومن تحت والسوة بتاعها وكده شايفين هي طرية قد ايه؟ تنفع فطار تنفع غدا تنفع عشا يعني جميلة في كل الاوقات بصراحة طحفة ولادك هيحبوها جدا لانها طعمها رهيب وانتي بالنسبة لك هتبقى مش مكلفة خالص وزي ما قلتلك في عشر دقايق هتجهزيها تشايفين هي طرية قد ايه؟ عايز اوريها لكم كمان من تحت شايفين السوة بتاعها ده هبيو جميلة احنا بقى هندخل مع بعض الفيديو ونشوف احنا عملنا الفطيرة الرهيبة دي ازاي بس قبل ما ندخل الفيديو لو اول مرة تشوفيه القناة بتاعتي ياريت تعمليلي اشتراك في القناة وادفع علي الجرس عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله من قناتي قناة دعاء الجيلاني او مطبخ دعاء الجيلاني فطيرة جميلة وحجمها كويس جدا يعني تكفي ممكن تكفي اربع انفار او خمس انفار للعشا او للغدا جميلة جدا وبدل ما ننزل نشتري حاجة من بره هي رهيبة بصوا سوري طبعا على بشاعة المنظر راحتها مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي لكم انت تخيلوا تعالوا نشوف مكوناتنا البسيطة جدا اللي ما فيش اسهل منها وطبعا موجودة في كل بيت معايا هنا قوات اربع كبايات دقيق الاربع كبايات دقيق دول هيعملوا معايا فطرتين من اللي انت شفتيها وكمان هيعملوا بيتزاي صغير معايا معلقة ونص خميرة ومعايا تلات معالق سكر ومعلقة صغيرة ملح وربع كباية زيت او اربع معالق زيت وكمان ربع كوب دايت خل أو أربع معالق خل خل عادي خلص أنا هنا حقان الدقيق ده ما نخول أنا هنا حطيت السكر على الدقيق تمام وكمان الملح وهحط الخميرة دول معلقة ونص خميرة يعني لو هتحطي كيس من الصغير حطي كيس ونص تمام هقلب بقى كل المكونات الجفة مع بعض كويس جدا اللي بتقوم كده كويس الدقيق والخميرة والسكر والملح هاركن بس نخلي كده على جنب وكمان دلوقتي هحط الزيت تمام هنحط الزيت ونحاول نبس الزيت مع الدقيق يعني تقليبة بسيطة كده وبعدين تبسيه كده بإيدك بحيس إنك تشربي الزيت للدقيق أنا خلاص بسيت الدقيق بشوية الزيت ودلوقتي هنزل بالمية مش هقدر أقول لك مية الدقيق عشان مش كل دقيق بياخد مية زيت تاني كمان حطيت شوية الخل اللي هم ربع كوباية الخل زي ما انتوا شايفين كده وهبدأ إن أنا أعجن في العجينة بتاعتي هي مش محتاجة مني عجين كتير يعني عجن كتير ولا أي حاجة أنت يا دوبك بس هتلميها في ثواني كده مش محتاجة عجن كتير هي هتبقى عجينة متماسكة ولا هي طرية ولا هي ناشفة يعني عجينة نعمة تمام أنا خلاص عجنت العجينة بتاعتي كده هوت زي ما انتوا شايفين وزي ما قلتلكم مش محتاجة عجن كتير هي دوبك بس بتلميها في قلب بعدها وحطت شوية كده من الزيت على إيدي وبلفهم على العجينة وهنغطيها ونسيبها تخمر هتخمر ونشوفها نكمل إزاي العجينة بتاعتنا خلاص خمرة ما خدتش وقت خالص لأن احنا طبعا الجو حرر زي ما انتوا شايفين كده وخمرة وبسم الله ما شاء الله تضعفت يمكن ثلاثة أضعف حجمها معي هنا طبق رشيت في شوية حاجة بسيطة خالص من الدقيق وهنا بطلع الهوى من العجينة هقطع بقى بالحجم اللي انا عايزاها يعني انت عندي سنية 24 قطيع لقدها 26 28 زي ما تحبي أنا هنا مقطعها بحجم سنية كبيرة يمكن 38 أو 40 تمام هنا بقى معي السدق آآ انا يا دوبك بس حطته في شوية مية كده يغلي على النار لحد ما المية طارت منه يعني زي سلقته علشان طبعا احنا عارفين ان الفطائر والحاجات دي ما بتاخدش سوى خالص في الفرن معي تمتم ترنشاط آآ شوية زيتون كده أخضر انا خليت منهم البزر وفلفل يعني الحشوة اللي انت عايزاها احطيها ممكن تستبدلي السدق بفراغ بعصاج لحمة بتونة بجنبري بأي حاجة انت بتحبيها او الموجودة عندك هنا بقى هنبدأ نفرد العجينة فردت العجينة بتاعتي كده زي ما انتو شايفين بحجم الصينية اللي انا هشتغل فيها وهنا بدهن الصينية بشوية زيت او اي مادة دهنية بس تدهنية ده هنا كويسة والجناب كمان تدهنية عشان الفطيرة تبقى سهلة ان هي تخرج من الصينية او لو عندك ورق زبدة حطي ورق زبدة فردت العجينة بتاعتي كده في الصينية كلها وبخرمها بالشوكا كأنه بنعمل بتزا يعني تمام هحط بقى شوية من صلصة البتزا ما عندكيش صلصة بيتزا ممكن تحطي معلقة كاتشاب او شوية اي شوية صلصة ممكن تحطي عليهم سيتومني وشوية ملح وزعتر وفلفل اصمر هيبقوا معاكي زي الفل هرش شوية من الزيتون الاخضر كده اللي عم بوجود عندي عندك زيتون اسوط شغال يعني زي ما بتحبي حطي انا هنا حطى فلفل حامي ممكن تحطي فلفل كبي فلفل الوان انت حرة وحطيت كمان الصدق حاولي وانت بتحطي الحشوة ما تخليش الحشوة تطلع منك على الحروف تمام عندي بقى هنا الجبنة المتزارلة انا حاولت ان انا فكك منها شوية كده عشان زي ما انتم شفتوها في الاول كانت مجمدة الجبنة المتزارلة اللي انا بستخدمها اللي هي الجبنة السايبة يعني هو الكيس كده كيلو بستين جنيه تقريبا او بستين جنيه عندي كمان جبنة رومي هحط كده جبنة رومي زبطي بقى زي ما قلتلك الحشوة اللي بتحبيها والجبن اللي بتحبيها حطيها هحط كمان ترنشاط طماطم الطماطم ديت وانا بقطعها يعني كنت بستبعد منها المية بتاعتها يعني بضغط عطماطمية كده تروح منزلها المية بتاعتها ابتدي اعملها ترنشاط علشان المية ما تبوش ليش العجينة تمام فرت الجزء التاني من العجينة اهوت زي ما انتم شايفين وهنبتدي نغطي به الفطيرة بتاعتنا بصي لو طلعت معاكي فيها زيادة او يعني اكبر من الصينية حاولي تخلي زيادة كلها في النص وتقفلي الحروف على بعضها انا هنا بقفل الحروف على بعضها وبعد كده هبدأ ان انا اتني الحروف كده بحيث ان هي تبقى كلها شكلها متساب عملتها خرمين ثلاثة كده بالشوكة من فوق مش كتير زي الرأة الاولانية كام خرم بس كده وانا حطيت معلقة واحدة من صلصة البيتزا او القطشب او اي صلصة عندك يعني على خفيف كده خالص عشان احنا عارفين ان تحت العجينة ديت فيه رقات الترنشات الطماطم فمش هزود في الصلصة عشان ما تبوش هنا برش بقى رشة من الجبنة الرومي على الجبنة الشيدر المبشورة هتديني طعم جميل جدا للعجينة وهتسيح كمان وتديني لون حلو واحط بقى شوية طماطم كده وشوية فلفل حامي وزاتون بس خلاص وهحط لها شوية جبنة متزاريلا طبعا انا في المرحلة دي مولى على الفرن من يجي خمس دقايق فرن يكون مسخم مسبقا زي ما بقولك كده وعلى درجة مية وتمانين تحطيها على الراف في النص على الراف اللي في النص ولما تاخد سوى من تحت وتبصي تلاقي الجوانب بتاعتها اللونها بقى دهبي كده وحلو وتأكدت ان هي استاوت من تحت لو لسه اللون بتاعها مش عاجبك ممكن تفتحي عليها الشوية دقيقتين وانت وقفة وهتطلع معاك زي الفرن كده خلاص انا هحطها في الفرن وبعدين نشوفها مع بعض وكده خلاص استاوت الفطيرة بتاعتنا زي ما انتو شايفين هنا بحاول اوريكم هي قد اي طرية ما خدتش وقت خالص في الفرن عشان احنا مسخنين الفرن من قبلها زي ما قلت لكم خدت من 14 ل 18 دقيقة يعني هنقول تلت ساعة فرنك هتكون متسخنة ما تاخدش معاك وقت وبكده يكون انتهي الفيديو بتاعنا النهاردة يارب الفيديو يعجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسينيش باللايك الفيديو واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد من قناتي مطبخ دعاء الجيلاني السلام عليكم